خرجت مظاهرة لعمال الأجر اليومي في وزارة الكهرباء ودوائرها حيث اجتمعوا من جميع المحافظات وتظاهروا في بغداد قرب مقر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء مطالبين بتثبيتهم أسوة بالعقود على ملاك الوزارة ويعطائهم حقوقهم حيث أن هذه الشريحة تمثل الشريحة الأهم في دوائر الكهرباء والمديريات حيث تقعوا على عاتقهم أغلب أعمال الصيانة في شبكات الكهرباء ودوائر التوزيع فنشحن أهلا وسهلا تجري الآن تظاهرة مركزية باسم أجور اليومي في وزارة الكهرباء ونشهد توافد بقية المحافظات إلى ساحة الاحتصام التي هي أمام رئاسة مجلس الوزراء على عدة تمكن شعرت المديناتницу محمد التوزيع لحيد والله إظماء اشتركوا في القناة